اشتركوا في القناة التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعويض المتضررين الذين تم استكمال بياناتهم وذلك بعد دراسة وتقييم الطلبات لصرف التعويضات المستحقة على وجه السرعة وأوضحت الوزراء أنها قامت بدراسة طلبات التعويض المقدمة من المواضنين والتي تم استلامها من مجلس بلدي المنطقة الشمالية الخاصة بمنطقة اللوزي وأكدت الوزارة أنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على تطوير خدمات البنية التحتية وذلك من خلال وضع الحلول المستدامة بمعايير عالية لضمان جودتها لكفة مناطق مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر